في ظل انتشار حشرة بق الفراش في عادة مدن فرنسية شددت السلطات الجزائرية الإجراءة الصحية في رقاط العبور لتفادي انتشار تلك الحشرة وأكدت وزارة الصحة تطبيق اللوائح الصحية الدولية ومهام مراكز المراقبة الصحية على الحدود تحسبا لأي تطور وبائي أو أي ضرر آخر وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت تفعيل نظام اليقظة الصحية في كافة المنافذ الحدودية لمواجهة أي احتمال لتسرب حشرة بق الفراش إلى البلاد للحديث أكثر مشاهدين نرحب بمراسلي المشهد من الجزائر محمد جرادة ومن الرباط مراسلتنا عفاف بشويخي أهلا بك عفاف أبدأ معاك يعني المغرب أخذ إجراءات وقائية لتفادي وصول هذه الحشرة ما هي طبيعة هذه الإجراءات التي تم اتخاذها مساء الخير مالك إذن كما ذكرت وزارة الصحة أعلنت مساء الثلاثاء عن تفعيل نظام اليقظة الصحية يقوم هذا النظام على النشر طبعا وتشغيل كل الفرق الصحية المختصة بالمراقبة على الحدود إن البرية أو البحرية أو الجوية لمراقبة وتفتيش كل وسائل النقلة التي تدخل أو تخرج من المغرب عبر تلك البوابات الحدودية الوزارة تؤكد أنه إلى جانب وضع هذا النظام هي تعمل مع كافة السلطات المتدخلة في مجال السفر من أجل تشديد المراقبة وأنظمة التفتيش تحسبا لتسلل هذه الحشرة حشرة بقى الفراش إلى المغرب كما أنها تعمل على المراقبة مراقبة الوضع عن كثب في البلدان التي تنتشر فيها الحشرة وعلى رأسها طبعا فرنسا الوزارة أيضا دعت المواطنين إلى عدم طبعا إلى مجموعة أو اتخاذ مجموعة من الإجراءات بينها عدم اقتناء الملابس وكذلك الأفرش المستعملة القادمة من هذه البلدان التي تنتشر فيها طبعا حشرة بقى الفراش إذن هناك تخوفات طبعا من إمكانية تسلل هذه الحشرة وهو ما يجعل السلطات تأخذ إجراءات سريعة وفعالة من أجل طبعا مواجهة أي تسلل لحشرة بقى الفراش مالك نعم طيب سأذهب إلى محمد جرادة في الجزائر ونستطلع معك محمد أيضا الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجزائر طبعا مالك بالنسبة للجزائر كان بيان وزارة الصحة الجزائر تحدث عن تفعيل اليقضة الصحية كما هو شأن المغرب الجزائر قامت عبر التنسيق مع وزارة النقل ووزارة الصحة هيئة تسير المطارات والهيئة المختصة إلى جانب هيئة التعقيم والنظافة تفعيل اليقضة الصحية في الجزائر طال الموانئ والمطارات وأيضا الشريط الحدودي مع تونس لعبر فرق تفتيش ورقابة وأيضا عملية التنظيف وتعقيم وانتشار فرق لتعقيم كل الطائرات القادمة من فرنسا بمعنى أن كل الطائرات القادمة من فرنسا وسيتم تعقيمها سواء الخطوط الجزائرية والفرنسية أو كل الشركات الجوية التي تأتي إلى الجزائر عبر أوروبا وخاصة فرنسا يتم تعقيم كل الطائرات الأمتعة تقديم معلومة للمسافرين والرقابة الوقائية هو إجراء وقائي تفاديا لانتقالها بالنظر إلى الحركة في التنقل البري والبحري وبين الجزائر وفرنسا أيضا البضائع يتم مراقبتها من طرف أيضا الجمارك وهيئة النظافة وهيئة تسير الموانئ عملية التعقيم مستمرة انطلقت اليوم لتفادي انتشار العدوى أو وباء أو تنقل هذه الحشرة الحشرة الضارة إلى الجزائر تعلم مالك أن الخطوط أو النقل بين الجزائر وفرنسا أكثر من 200 رحلة أسبوعية إلى جانب بين الجزائر وفرنسا إلى جانب باقي المطارات الأوروبية بالنسبة لبحران هناك أكثر من ست رحلات بحرية بين الجزائر وفرنسا عبر مارسيليا وحتى إسبانيا إذن وأيضا البضاعة التي تنتقل إلى الجزائر هذه كل الإجراءات تتم للحد أو انتشار هذه الحشرة إلى الجزائر إذن هو عمل استباقي ووقائي تفاديا لتنقلها أيضا سنستطلع التأثر هذه الحركة الحركة التجارية بين المغرب وفرنسا بسبب هذه الحشرة وأعود إليك عفاف كان هناك أيضا حديث عن باخرة كانت قادمة من فرنسا إلى ميناء طنجة ولكن تم إقافها ولم تدخل إلى الميناء بسبب وجود شبه بأن الحشرات موجودة على هذه الباخرة ما التفاصيل لديك؟ بالفعل يعني ربان أو قبطان هذه السفينة التي كانت قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسي باتجاه ميناء طنجة المتوسط المغربي يوم الثاني من هذا الشهر أطلق إنذارا بالاشتباه بوجود هذه الحشرة على متن طبعا السفينة على الفور السلطات ميناء طنجة باشرت إلى عملية التفتيش دقيقة وعملية تعقيم دقيقة لهذه السفينة قبل أن يتبين عدم وجود أي حشرة سواء تعلق الأمر بحشرة بقى الفراش المنتشرة حاليا في فرنسا أو أي حشرة أخرى وهو ما استوجب بلاغا خرجت به وزارة الصحة أعلنت أن الإنذار كان كاذبا لكن ذلك لم طبعا يعفي الوزارة من الإعلان عن نظام اليقظة الصحية الذي تحدثنا عنه قبل قليل الوزارة أيضا دعت المواطنين إلى عدم الإنسياق خلف الشائعات التي تسري عادة في مثل هذه الوقائع الصحية خاصة أمام الحديث المتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وتخوفات المغاربة من وصول هذه الحشرة كما دعت أيضا إلى عدم المبالغة في تقدير المخاطر الصحية لهذه الحشرة حتى في حال دخولها طبعا إلى التراب الوطني ونعلم كما ذكر أيضا محمد أن هناك حركة تجارية وكذلك حركة للمسافرين كثيفة بين المغرب وفرنسا أكثر أكثر من مليون مغربي يقيمون في فرنسا كذلك أكثر من 51 ألف فرنسي يقيمون بشكل دائم في المغرب السياح الفرنسيون هم على قائمة السياح الذين يتوافدون على المغرب وبالتالي هناك حركة كثيفة للمسافرين ما يستوجب طبعا اتخاذ هذه الإجراءات السريعة من أجل المراقبة والتفتيش والتعقيم لكن على العموم إلى حدود الساعة سرطات المغربية تؤكد أنه لم يتم رصد هذه الحشرة التي تنتشر حاليا طبعا في فرنسا والتي يقول خبراء إنها لا تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان ولا تنقل الأمراض من شخص إلى آخر رغم أنها تتغدى طبعا على امتصاص دم الإنسان لكنها مزعجة تتكاثر بشكل كتيف وخاصة أنها تتكاثر في وسائل النقل العمومي في الأماكن العمومية كالمستشفيات ودور السينما كما رصد ذلك في فرنسا وهما يجعلها محطة قلق طبعا المغاربة على اعتبار العلاقات بين المغرب وفرنسا سواء تعلق الأمر بالحركة التجارية على مستوى البضائع فرنسا منذ عقود طويلة هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب وأيضا على مستوى حركة المسافرين مالك نعم طيب سأعود إلى محمد جراد ومحمد هل رصدت خلال متابعاتك إلى وصول هذه الحشرة إلى الجزائر هل تحدثت السلطات الجزائرية عن وصولها مالك وزير الصحة في تصريحات إعلامية أمس نفى تماما تسجيل أي حالة أو تنقل لهذه الحشرة بالجزائر لكن هذا لا يمنع من تفعيل اليقضة الصحية لكن على مواقع التواصل الاجتماعي هناك فيديوهات تحدثت عن بعض البضاع التي وصلت عبر إحدى الموانئ وبضاع من إيطاليا والفيديو يظهر حشرة بقى الفراش موجود بها لكن لم يتسنل التأكيد من صدقية هذا الفيديو ومكان تصويره لكن هذا ما يثير مخاوف لدى الجزائريين من انتقال بقى الفراش بقى الفراش لا يعني أنه موجود إلا في فرنسا فطبعا هو موجود في كل مكان طبعا لكن الانتشار الواسع له هو ما يثير المخاوف تعلم مالك وبرأي الكثير من الخبراء أن حشرة واحدة التي في دورة حياتها سنتين قد تبيض أكثر من خمسمائة بيضة من حشرة بقى الفراش فانتشارها الواسع على امسداد أربعة أو خمسة أسابيع قد يكثر أو ينتشر بشكل كبير والرطوبة وقلة النظافة ربما هي من العوامل التي تزيد من انتشارها فالمخاوف ليس في وجودها ولكن في انتشارها الواسع والكثيف في حال الرطوبة وغياب إجراءات النظافة طبعا الوزير ربما حتى التصريحات التي ربما أطارت جدل في مواقع التواصل حينما قال أن الجزائر تتمتع بشمس ودرجة حرارة يعني لا تسمح بانتقالها إلى جانب النظافة هنا في الجزائر ربما قد فهم أنها رسائل إلى فرنسا فأمام الرطوبة محمد هل لدى الجزائر تخوف من أن تعطل هذه الحشرة حركة التبادل التجاري بينها وبين فرنسا بالنسبة للرقبة هناك الآن يعني بعد كما قلت تنسيق الآن تشديد كل البضع التي تدخل عبر الموانئ وحتى عبر المطارات هناك تشديد ورقابة قبل ساعة من الآن كانت صور لطائرة قادمة من ستراسبورغ الفرنسية عمال التعقيم انتقلوا إلى الطائرة وكل الطائرات التي تأتي من فرنسا مالك أن طائرات من نيس ليون بريس ستراسبورغ ليل يعني عدة مدن ترتبط بمطارات أكثر من عشر مطارات هنا في الجزائر فالتخوف موجود طبعا والرقبة أيضا لتشديدها بشكل وقائي ووقائي لتفادي انتشارها طبعا هي إجراءات وقائية لكن لم تصل لدرجة توقف أو تعطر الحركة التجارية أو تنقل المسافرين خمسة ملايين جزائر في فرنسا فقط لك أن تتصور عدد المهاجرين الذين يندخلون إلى الجزائر أو حتى الفرنسيين فهذه الحركة تستوجب إجراءات وتشديد الرقابة الشديدة على المطارات وعلى الموانئ وحتى على سأذهب مرة أخرى إلى عفاف عفاف هناك سجال سياسي لربما بين فرنسا والمغرب حيث أن فرنسا اتهمت المهاجرين بأنهم من جاءوا بهذه الحشرة وهو ما أثار امتعاض الكثير من المغاربة ما تفاصيل لديك؟ بالفعل يعني الإعلام الفرنسي ومنذ الأيام الأولى لانتشار أو رصد انتشار حشرة بقى الفراش خرج للحديث عن أن مصدر هذه الحشرة هم المهاجرون في تصريحات أخرى ربما تأتي في سياق متوتر في العلاقات سواء المغربية الفرنسية أو المغربية الإفريقية بصفة عامة كما نرسل ذلك منذ سنوات علاقات متوترة دخلت فيها هذه العلاقات التاريخية بين فرنسا وإفريقيا بين المغرب وفرنسا كما ذكرت مالك هناك انتقادات كثيرة وجهت من طرف المغاربة من طرف المجتمع المدني وحتى من طرف العديد من الإعلاميين بخصوص هذه التصريحات التي وصفت بالعنصرية من جهة أولى وبغير المسؤولة من جهة ثانية والتي تؤكد مرة أخرى النعارات التي يقوم بها الإعلام الفرنسي بين الفينة والأخرى من أجل توطير العلاقات أكثر بين المغرب وفرنسا وبين فرنسا وإفريقيا على صعيد عام إذن هي بالفعل تصريحات أثرت غضبا واسعا اعتبرها كثيرون أنها ربما تقصد بالخصوص المهاجرين المغاربيين والأفارقة وهو ما أثر انتقادات واسعة للإعلام الفرنسي والسرطات الفرنسية ككل التي لم يخرج أي مسؤول منها ليقول أن هذه تصريحات غير مسؤولة ويستنكر ما يتم الترويج له خلال هذه الأيام نعم شكرا لكم مراسلي المشهد من المغرب عفاف بوشيخي ومن الجزائر مراسلنا محمد جراد شكرا لكم على جميع هذه التفاصيل